النهاردة اجتماع فخامة الرئيس صباح اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية ده كان بحضور سيدة المستشار عمر مروان وزير العدل طيب حصل ايه في هذا الاجتماع؟ في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق واللي أقرته الدولة تقديرا للدور اللي بتقوم بيه الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون أكد فخامة الرئيس خلال الاجتماع ده أن حقوق المصريين أمانة في أعناق القضاء اللي عليه مسئولية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار وده هو الركيزة الأساسية في تقدم الأمم كمان فخامة الرئيس أشار في كلامه إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه كمان هكثابت وبتسعى دايماً لتطويره وتحديثه وتعزيز قدراته عشان يكون نظام قضائي متطور بيتماشى مع مجراءات العصر ومستجداته وتسيير الإجراءات بالسرعة المطلوبة بالمناسبة في الحتة دي عشان بده تبقى فاهم ده بينعكس علينا إحنا كم وطنين طيب ده مفهوم وينعكس على الاستثمار معرفش إحنا كلنا واخدين بالنا من الموضوع ده ولا لأ المستثمر الأجنبي والمستثمر العربي والمستثمر المحلي جزء من الحاجات اللي بيبص عليها في جاذبية الاستثمار أنا أحط فلوسي في البلد دي ولا لأ بيبص على المنظومة القضائية وحاجة اسمها المنظومة العدلية يعني لو أنا لجأت للقضاء يا ترى سرعة التقادي قد إيه كفاءة التقادي يا ترى هل ترى الشفافية المطلوبة في هذه المنظومة العدلية طب في حالات التخارج طب في حالات وهكذا ده من ضمن مشجعات الاستثمار ما عرفش إحنا كلنا شايفينها ولا لأ وفي نفس الوقت هي جزء من المشجعات الذاتية للمواطن المواطن لما يلاقي نفسه بياخد حقه تالت وامتلت إن لجأ إلى ساحات المحاكم وربنا ما يؤدي إلى هذا اللجوء أبدا على العموم خليني أكمل معاك في تشديد الرئيس شدد الرئيس على صون هيبة القضاء شكلا وموضوعا والاهتمام بمقار المحاكم وتطوير أدوات العمل بها وبيأكد فخامة الرئيس على ضرورة الاهتمام بتنمية الوعي والتطوير المستمر لتوسيع المدارك لتكوين قاضي عصري على قدر كبير من المعرفة والوعي طبعا إحنا طول الوقت مش بس احترمنا كبير للقضى المصري ولكن في نفس الوقت آمالنا دائما معلقة على هذا القضاء المصري العظيم بالمناسبة وشعرفين تعرفين ولا لأ إنه مثلا محكمتنا الدستورية العليا هي واحدة من أرفع المحاكم على مستوى العالم بل وهي واحدة من أهم المحاكم على مستوى العالم وترتبها متقدم جدا كمحكمة عليا من بين المحاكم على مستوى العالم حتى ما يطلق عليه العالم المتحضر زي الأوروبيين والأمريكان وما إلى ذلك طيب